تحت الشعار قادمونيا روسيا يتجه المشجعون إلى البلد المضيف لنهايات كأس العالم بالطائرات أو ربما بالقطارات لكن هذا الرجل الألماني يستعمل وسيلة مختلفة تماماً آلة حراثة لا تكتفي بإيصاله بل تسحب خلفها مقطورة يتخذها المشجع مسكناً مؤقتاً له خلال هذه الرحلة وأيضاً خلال تواجده في روسيا أيام المونديال لا تزيد سرعة هذا التراكتور عن 20 كيلو متراً في الساعة ولا يسبب لي ذلك أي إزعاج لأنني خلال الرحلة يمكنني مقابلة الناس والتفاعل معهم وهو ما أهتم به كثيراً لا يشعر المشجع الألماني بالوحدة في مسيرته إلى روسيا ربما لم يجد زوجة أو ابن يرافقه في مشواره بل كلباً وفياً وجهت بعض الصعوبات في المراكز الحدودية وانتظرت لست ساعات قبل أن يتم السمح لي بمتابعة رحلتي بعد التأكد من امتلاكي للوثائق الصحيحة يضع على وسيلة تنقله الشعار مرحباً موسكو إلا أن هذا المشجع لا يملك حتى الآن تذكرة لمباراة ألمانيا في العاصمة الروسية ضد المكسيك بعد تسعة أيام مكتفياً حالياً بتذكرة لمباراة فرنسا والدنمارك في السادس والعشرين من الشهر الجاري وحيد رزق المصري العربية